من إعلان نية الاستقالة إلى تقديم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته توترت الأحداث وتسارعت معها المواقف أحزاب المعارضة والمولاة التي تباعدت في مواقفها حيال سبول حل الأزمة السياسية ها هي اليوم تتوافق في الترحيب بقرار الرئيس بوتفليقة قرار يرى فيه حزباء طلائع الحريات وحركة مجتمع السلم بالخطوة المهمة للخروج من الانسداد لابد من الذهاب في بضعة أشهر أربعة خمسة وعلى أكثر سر إلى انتخابات رئاسية يتفق على كيفية إجرائها ويتفق على كيفية إدارتها استقالته قبل نهاية العودة من المفروض أن يساعد على ترتيب المرحلة الانتقالية بشكل جيد جبهة المستقبل وحركة النهضة يعتبران الاستقالة مطلبا جماهيريا يسمح بإعادة المسار السياسية إلى إطاره الدستورية الاستقالة في الحقيقة هو مطلب قديم متجدد لطالما انتظرناه منذ 2014 هذه القرارات التي جاءت لتحدد مستقبل الجزائر وكما أنها تعيد المسار السياسي إلى إطاره الدستوري الشرعي القانوني أحزاب المولاة التي طالتها انتقادة بشأن دعمها لمشروع الاستمرارية وجدت نفسها تساير مطالب التغيير فيرى التجمع الوطني الديمقراطيان لاستقالة ستفتح آفاقا جديدة للجزائر وهو الموقف ذاته الذي أبداه التحالف الوطني الجمهوري إذا ابتعدنا عن القضايا الخلافية القضايا الثانوية والتركيز على القضية الأساسية وهي كيف نرجع الكلمة للشعب في فترة تسعين يوم من أجل اختيار رئيسه الجديد أو رئيسه المقبل في إطار انتخابات يجب أن نسعى جميعا لكي تكون انتخابات نزهة وبينما ثمن جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائري والحركة الشعبية الجزائرية استقالة الرئيس معتبرين إياها مخرجا دستوريا أرجع كل من جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال الفضل للجزائريين الذين خرجوا في مسيرات لتحقيق هذا المطلب استقالة الرئيس بوتفليق خطوة نحو انفراج الأزمة التي تشهدها البلاد منذ ستة أسابيع في انتظار استكمال الإجراءات الدستورية بإثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية من قبل المجلس الدستوري